هو على الصعيد الشخصي منفتح جدا هلأ بالنسبة لما عرف ما سمي بالإعلام بالمزلم بان هو الحقيقة هو برنامج بدأ مع الرئيس أوباما بدأ يعني سنوات قبل ما يستلم مهامه الرئيس ترامب وإدارة رئيس ترامب تابعت فيه بس هو ما عنده أي شي ضد المسلمين أو الإسلام كدياني أبدا بأي شكل من أشكال حتى هذا البرنامج اللي بدأوا الرئيس أوباما هو يتعلق فقط ببعض البلدان يلي في عنده مشكلة بما يسمى الملفات أو المعلومات عن المواطنين اللي عم بيقدموا طلبات الهجرة أو طلبات التأشيرات أو غيرها من ست أسابيع أصدر بيان رسمي لأول مرة على تروس سوشال تكلم فيه عن الحرب في غزة بشكل واضح وبشكل مفصل إلى حد ما هو ضد هذه الحرب بالكامل ونحن عم نحكي ليش حرب غزة لأن هذا هو الهاجس الأساسي اليوم عند الأخوة العرب والمسلمين في الولايات المتحدة هو ضد هذه الحرب بشكل كامل بشكل قاطع ضد المجازر اللي عم بتصير بحق المدنيين ضد أي ضد الموت بشكل بشكل كامل للمدنيين لأي فئة أنتمو لكن ألا يعقد مهمتكم مثلا عندما نسمع من الرئيس السابق المنشحة الجمهوري دونالد ترامب في المناظرة التليفزيونية عندما ينعت بايدن على أنه فلسطيني وكأنها نعت سيء أو سلبي أن يقول إن بايدن فلسطيني أكثر من الفلسطينيين مثلا كيف هذه التصريحات مثلا من ترامب ألا تعقد هذه المهمة شيئا ما لا شك هناك كمان سوء فهم بهذا الموضوع كمان هذا نحكى معه وسط وضحنا الأمر هو كان بشكل كتير كتير دقيق يعني كان بيقصد هو يقول حماس بس كان يمكن بتفكيره عم يحكي عن طرفين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني طلعت بهذا الشكل بس هو المقصود بالتحديد عم يحكي عن طرف المقصود فيه هو حماس طبعا ما بيقصد أبدا الفلسطينيين وهو بالمناسبة بيتمتع بصدقات عديدة مع فلسطينيين موجودين بالولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة